نبدأ معكم بالاستعداد لمباراة أورلاندو بايرتز النهاردة الفريق نقدر نقول كامل العدد بنسبة كبيرة طبعاً فترة الأخيرة إصابة أشرف داري إصابة وسام أبو علي وإمام عشور وعدم مشاركته في التدريبات الفترة الأخيرة كانت عناصر ركاز أساسية مش موجودة في التدريبات قبل مباراة البنك الآن نقدر نقول النهاردة الحمد لله نقدر نقول بنسبة كبيرة جداً كامل العدد لسه طبعاً هننتظر عودة محمد هاني كريم فؤاد هنتطمن على علي معلول اللي بدأ ينزل التدريبات تدريجياً كل ده هنتكلم عليه ولكن النهاردة عناصر مهمة جداً بدأت تدخل التدريبات بشكل كبير جداً لما تتكلم على وسام أبو علي وتقول إن بدأت التدريبات التأهلية بالجارية حول الملعب وابتدى شوية شوية عيخش في المران الجماعي ده شيء مبشر جداً وتتأكيد اللي لولناها هنا في برنامج التريند لما قلنا لحضراتكم بطمنكم سيبيوكم من كل الكلام اللي بتقال برة الصبف الرجبة شرخي مش عارف إيه وطلبكم الكلام ده كله غلط إن شاء الله حاجة بسيطة وقبل ماتش أورلاندو هيتحدد موقفه لكن في قطر وسام أبو علي موجود وشفت الصور وشفت الفيديوهات أكيد وسام بيشارك في التدريبات التأهلية وبإذن الله إن شاء الله يوم الأربع بإذن الله ممكن يكون متواجد فيه التدريبات الجامعية واختياره للرحلة الصفر أو عدم اختياره ده راجع لمرس الكولر ولكن إن شاء الله فنانا هيكون لائق وجاهز ابتدايا من يوم الأربع اللي جاي لإن بقرى بإذن الله كمال الفريق أجازة بقرى راحة سلبية والتدريب هيكون يوم الأربع والسفر منها إن شاء الله مباشرة إلى جوهانيس بير أشرف داري شارك في التدريبات الجامعية النهاردة وأشرف داري تحت يعني رؤي التمرس الكولر وبنسبة بيرا هيكون موجود مع الأهلي بإذن الله في رحلة جنوب إفريقيا عشان يتواجد مع الفريق في هذه المواجهة الصعبة جدا يشارك ما يشاركش ده برضو قرار ورؤية لمرس الكولر هو صاحب الاختيار أو صاحب القرار الفني في مسألة مشاركة أشرف داري في مباراة أورلاندو بايرتز ترجمة نانسي قنقر